بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة وأتم التسليم على المبؤث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا قد تحدثنا سابقا عن ما يتعلق بالقياس على الأسباب والشروط والموانع والقياس على الرخصة ودققنا في الاصطلاح وفرقنا بين أن ما هو في معنى الرخصة أو في معنى السبب وليس إحداثا للأسباب وكثفنا الحديث فيما يتعلق بإحداث الأسباب بمعنى القياس على الأسباب بإحداث سبب القياس على الموانع بإحداث مانع وذكرنا خطورة استنباط معنى أعام يصبح السبب الشرعي الموضوع جزئيا من ذلك الأعام وبالتالي تصبح العلة أعام وخطورة العلة الأعام في وجود ما يقتضيه السبب الخاص ولا يوجد مع وجود سببه لوجود العلة الأعام أو وجود العلة الأعام ولا يوجد السبب الأخص وضربنا لمثالا لذلك فيما يتعلق بعروض التجارة وزكاة عروض التجارة لعلة النماء وما يتعلق بإيجاب الزكاة في العقارات كما يجب في المزروعات التي سقيت بماء السماء إلى آخر ذلك من مثل هذه النماذج وهذه الأمثلات لنصل الحديث الآن فيما يتعلق بالقياس على الرخصة في قول الشيخ رحمه الله تعالى وَخَرَّجُوا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فُرُوعًا كثيرة منها لبس خف على خف أعني أنها لا تتعدى محلها إلى مثل معناه كقياس عادم الماء في الحضر على عادمه في السفر وفي جواز التيمم للنافلة وتتعدى إلى أقوى منه اتفاقا وتمنع تعديتها إلى الأدنى اتفاقا بطبيعة الحال هنا يتكلم عن الرخصة في هذا الكلام السابق عندما قال وأما الرخص فقد حكى المالكية عن مالك قولين في جواز القياس عليهما إذن قول بجواز القياس وقول بعدم الجواز قال والمشهور أنها لا تتعدى محلها قال وَخَرَّجُوا عَلَى الْقَوْلَيْنِ أي القول بالجواز أن يقاس على الرخصة والقول بعدم الجواز أن يقاس على الرخصة فروعا كثيرة منها لبس خف على خف نحن نجيز أن تلبس خفا على خف وتمسح على الخف الأعلى أعني أنها لا تتعدى محلها إلى مثل معناه إذن هنا قال بالقياس على الرخصة في الخف على الخف لكن هنا في حالة أخرى قال بعدمه قال كقياس عادم الماء في الحضر على عادمه في السفر في جواز التيمم للنافلة يعني عادم الماء في السفر يتيمم للنافلة لوجود النص طيب أما في الحضر فالغالب عليه التفريط فلا يجوز له أن يتيمم للنافلة لا يجوز له أن يتيمم للنافلة إذن هنا لم يقل بالقياس على الرخصة فيجعل عادم الماء في الحضر في صلاة النافلة كعادم الماء في السفر الذي يجوز له أن يتيمم للنافلة إذن لاحظ أنه وجد فرعا هذا الفرع يصلح أن يكون اعتبارا للقياس على القياس والقياس على الرخصة في هذا الموضوع وهناك فرع لا يصلح لذلك والسبب في هذا هو الاختلاف في النظر الفقهي وليس في الأصول الاختلاف في النظر الفقهي يعني القياس على الرخصة من حيث هو لا يصح ما قلناه في الفرع الفقهي المتعلق بالمسح على الخف فوق الخف ثبت ذلك لأنه معناه لأنه معناه طيب فإذا جئت إلى قياس عادم الماء في الحضر أراد أن يتيمم للنافلة قلنا له لا يجوز لذلك ذلك ما السبب؟ قلنا له إنك لا تسلم من التفريط فأي حضر لا يوجد فيه الماء وبالتالي أنت مقبل على صلاة من غير تحقيق شرطها طيب لو افترضنا أن عادم الماء في الحضر في الفريضة أجزنا له أن يتيمم للفريضة وشبهناه بمن رخص له الشارع في التيمم في الحضر وهو المريض وهو للمريض فالمريض يتيمم في الحضر وإن كان الماء موجودا لكننا في حالة المريض نحن أمام نص طيب لو قلنا له لا تتيمم صار فاقدا للطهورين وعليه تسقط الصلاة تسقط الفريضة لأنه فاقد الطهورين في المذهب لا يصلي لأنه هذا تكليف بما لا يطاق لا يوجد عنده شروط وبناء على هذا قلنا له تيمم للفريضة طيب فلما قلنا له تيمم للفريضة فماذا يعني ذلك أنها أجزأته طيب فإن أجزأته إنما صح له أن يدخل في التيمم فجاء التيمم هنا تثقيلا إذ لو أنك لم تبح له التيمم لسقطت الصلاة لسقطت الصلاة عندئذ وهذا السقوط للصلاة هو اتلاف للحكم وتضيع للفريضة وبالتالي النظر الخاص باعتبار الحكم الفقهي هنا هو الذي يعين هل أنت في معنى الرخصة أم أنا أقيس على الرخصة فإذا كان القياس يؤدي إلى تثقيل إذن أنا هنا لست حاكما له بالرخصة بل أنا حاكم له أو عليه بتثقيل وهو أداء الصلاة مع التهمم وبالتالي هذا البحث الفقه متعلق بالمعاني ولاحظوا أننا عندما نتكلم في المعاني الفقهية والأحكام الجزئية تبرز هنا قيمة الأصول فقال لك إنما ثقلت عليه لأنني لو أردت أن أخفف عنه لقلت له سقطت عنك الصلاة ولذلك نلاحظ أنه هنا أصبح تثقيلا لكن لو قلت لي هل قاسه على المريض الحاضر أقول لك نعم قاسه على المريض الحاضر لكن أيضا هناك مدخلات أخرى في الحكم وهي سقوط التكليف وهي سقوط التكليف أما النافلة فهو ليس مكلفا بها على سبيل الوجوب فمنعته بناء على أن القياس على الرخص لا يجوز كأن يقاسه على المسافر يتيمم للنافلة والمريض يتيمم للنافلة ولذلك هذا البحث الفقهي تشعر أن الفقه وهو يدور من بين هذه الأصول مع الفروع وكل فرع له هوية خاصة به أيضا فستجد أن الفقه هنا عليه أن يوازن بين هذه الأصول الكلية وهذه القواعد باعتبار أنه يبحث في موضوع التيمم للفريضة في الحضر فأجاز له ما لم يجزه للتيمم في النافلة فيأتي من بعيد ويقذف بالغيب ويقول لماذا أليست هذه الصلاة شرطها الطهارة في النافلة وأليست هذه الصلاة في الفريضة أيضا شرطها الطهارة إذن هذا تناقض عند السادة الملكية يجيزونها للفريضة ولا يجيزونها للنافلة مع أن النافلة والفريضة كلاهما تمام؟ يشترط له الطهارة فما هذا التناقض؟ ولم يلتفت إلى هذه الأصول والقواعد ثم بعد ذلك يقوم بعملية الترجيح حسب الظن وحسب الوهن غير ملتفت إلى أصول وقواعد المذهب وبالتالي نحن نقول إن فروع الشافعية راجحة باعتبار أصولهم وفروع الحنفية راجحة باعتبار أصولهم وفروع الحنبل راجحة باعتبار أصولهم ولا يقضى بأصول مذهب على مذهب آخر آتي وأحاكم مذهب الشافعية على أصول مالك أو أحاكم الحنفية على أصول الشافعية هذا خلط عجيب وغريب والأغرب منه أنه يخلط بلا أصول في مذهب من هذه المذاهب أصلا ولو قلت له هل أنت مع مفهوم المخالفة وما مراتب مفهوم المخالفة هل أنت تقول بمفهوم اللقب أم لا تقول بمفهوم الصفة أم كذا فعندئذ تراه متحيرا متعجبا كيف ترجح بين دلالة المنطوق ودلالة المفهوم كيف ترجح بين دلالة المفهوم هل أنت تقول بالقياس على الرخصة أم لا تقول بالقياس على الرخصة قال القرافي في شرح التنقيح حجة المنع أي لماذا منع من القياس على الرخصة أن الرخصة مخالفة للدليل هي استثناء الرخص استثناء فالقول بالقياس عليها يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل يعني لاحظ أن ما جاء في الشريعة رخصة إنما هو رخصة استثناء من العزائم فإذا قست على هذه الرخصة كثرت مخالفات العزائم وهي الأصول والعزائم هي التي عليها كثرة الأدلة والرخص هي التي عليها الاستثناء وقلة الأدلة فأنت أصبحت تجعل ما عليه الأدلة الكثرة كما هو عليه الأدلة القليلة على سبيل الاستثناء ستحول عندئذ الرخص إلى الأصل وتتحول العزائم إلى استثناءات وهذا انقلاب في الشريعة قال فوجب أن لا يجوز أي القياس حجة الجوازي حجة جوازي القياس على الرخصة أن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملا بالاستقرار يعني الشارع هو الذي يرخص وأنا أتبع بالقياس على رخصات الشارع قال وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع يعني الرخصة هي الأرجح وهو مقتضى الدليل أي الرخصة فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خلف الدليل لأجلها في صورة لينخرج من العزيمة إلى الرخصة وجب أن يخالف الدليل فيها أي في الرخصة عملا برجحانية إذن ترجيح القياس على الرخصة وهذا هو دليل الترجيح والقياس على الرخصة أن الشارع هو نفسه الذي أخرجنا من العزيمة إلى هذه الرخصة فإذا وجدت رخصة مشابهة قسط هذه الرخصة على الرخصة السابقة فعملا برجحانية فنحن حين إذن كثرنا موافقات الدليل لمخالفته إذن لا تقولون أننا كثرنا مخالفة الأدلة لا لا نحن عندما قسنا على الرخصة إنما نحن تابعون لدليل الرخصة فإذا كثرنا القياس على دليل الرخصة فهذا تكثير للأدلة ونحن لم نخالف الأدلة بل كثرنا الأدلة على الرخصة إذن هذا هو الميزان الذي يزن به هؤلاء الفقهاء وهؤلاء العلماء وتجد أن الطالب عندما يرى القولين مع قوة استدلالهما القارئ والطالب ينمو علميا لأننا نخبئ أدلة المخالفين حتى نظهر عننا على صواب لا نحن كلنا في مركب واحد ومركب السنة وها نحن قلنا بعدم الرخصة القياس على الرخصة وقلنا أيضا كمالكية لنا تطبيقات بالقياس على الرخصة فنحن متقلبون في فضل الله سبحانه وتعالى إنما هو البحث في كيفية استعمال الفقه لهذا القياس وبالتالي لك أن تقيس على الرخصة ليس لك أن تقيس على الرخصة هذا بحث أصولي لكننا عندما نأتي إلى التطبيق هناك ستكون المحاكمة العلمية هل استعمل الأصل في وجهه أم أنه قلبه عن وجهه وأصبحت الرخص هي التي الأصل وألغى عزائم الشريعة هذا مبحث أخر ثم قال ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب يعني أن جواز القياس والاحتجاج به في غير المذكورات أمر اللي هي المذكورات السبب والشرط والمانع والرخصة أمر متفق عليه عند أهل المذهب ونعني بالغير الأمور الدنيوية أي وغيرها للاتفاق يعني في غير هذه الأمور السبب والشرط والمانع القياس في الأمور الدنيوية كالطب وما إلى ذلك والأحكام الشرعية قال القرافي في التنقيح يعني لك أن تقيس في الدنيوية اللي هي العاديات كالطب ولك أن تقيس في الشرعيات كذلك قال القرافي في التنقيح وهو حجة عند مالك وجميع العلماء خلافا للظاهرية الظاهرية أنكر القياس الذي هو قياس العلة المستنبطة لكن العلة المنصوصة هذا لا خلاف فيه لأنه في حكم النص وقال أيضا هو حجة في الدنيويات اتفاقا كمداوات الأمراض والأغذية بأن يقاس أحد الشيئين على الآخر فيما علم من إفادتي يعني ثبت أن هذا الدواء مفيد في مكافحة هذا الوباء إذن سيفيد هذا الذي لم يأخذه إذن صار عندي قياس يعني ثبت أنه على عينات تجربية خمسمائة عينات أنهم استفادوا من هذا الدواء إذن نطبق على عينا أكبر نأخذ أربعة آلاف نطبق على عينا أكبر نأخذ عشرة آلاف وهذا كله قياس وهذا كله قياس ولاحظ أن أصول الفقه هنا مؤسس للمعرفة يعني من أين جاء الحسن بن الهيثم بالمنهج التجريبي هي نتيجة السبر والتقسيم هل إحمرار الخمر هو سبب تحريمها ولا حموضتها ولا كونها من العنب فقط هذا كله هو السبر والتقسيم وبالتالي عندما تدخل التجارب أنت تقوم بعمليات عزل العوامل التي قد تريد أن تختبر هل هي مؤثرة أم لا فتقوم بالعزل والإدخال وهذا هو عين السبر والتقسيم كما بيانت في موضوع مسلك السبر في شرب الخمر إذن بأن يقاس أحد الشيئين على الآخر فيما علم له من إفادته دفع المرض المخصوص مثلا لمساواته له في المعنى الذي بسببه أفاد ذلك الدفع يعني هنا يؤصل للأمور العامة يعني نحن نستعمل القياس والقياس دليل في الطب ودليل في المختبرات ودليل في الصيدلة ودليل في الشرع إذن القياس دليل كل دليل كل ما ثبت للشيء ثبت لمثله ما ثبت للشيء ثبت لمثله واضح؟ إذن هذا القياس قال في الآيات ووجه كون القياس في نحو الأدوية قياسا في الأمور الدنيوية أنه ليس المطلوب به حكما شرعيا يعني عندما أقول هذا المطعوم مفيد لهذا المرض فهذا أنا لا أتكلم بقياس شرعي هذا قياس في الدنيوية اللي هي العادية قال بل ثبوت نفع هذا الشيء لذلك المرض مثلا وذلك أمر دنيوي إذن أنا تكلمت في القياس في الشرعيات وتكلمت في القياس في الدنيوية إذن ثبت أن القياس دليل كل ما ثبت للشيء ثبت لمثله نعم يمكن أن يكون المطلوب به حكما شرعيا لأنه إذا ثبت كونه دواء جاز للعارف بذلك أن يداوي به غيره أي جاز شرعا لاحظ بناء الحكم الشرعي على الحكم الطبي ثبت أن هذا الدواء مفيد لهذا المرض هذا حكم طبي هذا مريض يشفيه هذا المرض أو هذا الدواء عفوا إذن ما حكم أخذ هذا الدواء جاز ما حكم أخذ هذا الدواء فإنه عنده إذن جاز إذن هنا بني الحكم الشرعي على الحكم الطبي بني الحكم الشرعي على الحكم الطبي يعني صار وباء هناك ووجدوا أن هذا العلاج مفيد في مكافحة هذا الوباء إذا أنت لا تريد أن تأخذ الدواء تريد أن تتورع لكن ماذا تقول في الآخرين عندما أنت تتعمد ترك الدواء وتعلم أنه صالح وتعلم أنه مفيد وتقول نحن هنا يعني شرع لنا الجهات في سبيل الله والقدوم إلى المسجد مع الأوبئة هناك يعني نحن نتحمل ونصبر والصلاة هي تصلى في وسط المعركة وبعد ذلك نقول لك أين النكاية في العدو الفيروس لا يعرفك ولا يدري من أنت وليس له عقل حتى يحارب الإسلام وجاء كارثة طبيعية مثل ومثل الفيضانات أنك تقول أنا أريد أن أقاوم الفيضانات من باب الجهات لا أنت أحمي نفسك وحصل نفسك منهم وإذا نشأ عنه عطب لم يضمن يعني أنت استعملت الدواء بحسب المقرر الطبي وبحسب الأعراف الطبية واستعملت هذا الدواء بحسب العرف الطبي ولم تخالف الأعراف الطبية الآن مات المريض لا ضمن عليك متى تضمن إذا خالفت الأطباء؟ يعني عندك علاج غير مجرب غير معلوم الفوائد لم يمر بالإجازات الطبية المعلومة بحسب الاختبارات المعروفة في هذا التخصص فأعطيته جزافة لمريض فمات ضمنت لأنك أنت ارتكبت شيئا لا يقبل به الأطباء أنت خالفت هذا الشذوذ في القول الطبي قال تنبيه كون القياس من الأدلة الشرعية لا ينافي أن يكون في الأمور الدنيوية بل هو عندئذ من الأمور العامة والقياس دليل شرعي من أدلة الشريعة وعلينا أن نقول إن مسألة القياس هي مسألة أمر بها الشارع بالاعتبار فقال فاعتبروا يا أولي الأبصر عندما يذكر إهلاك الأقوام بسبب معاصيهم فيقول اعتبروا يعني إن تفعلوا فعلهم يصبكم الذي أصابكم إن تفعلوا فعلهم يصبكم الذي أصابكم هذا قياس أم لا؟ هذا قياس إذن فاعتبروا يا أولي الأبصر هو أمر بالقياس في كل شيء في العظة في المعرفة في الطب في الفلك في الشريعة فهذا القياس هو دليل من الأدلة الشرعية والنظرية التجربية نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك شكرا ٹ advance